عقد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة العماد علي عبدالله أيوب جلسة محادثة مع وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان تم خلالها تقييم الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب التكفيري وبحث الخطوات الضرورية لمواجهة التطورات المتسارعة والتحديات التي تواجه سوريا والمنطقة وأفاق التعاون في مواجهتها والتصدي لها ونوها العماد أيوب خلال المحادثات التي حضرها السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود والوفد المرافق بمواقف إيران الثابتة في مسندتها للشعب والجيش العربي السوري ودورهما في محاربة الإرهاب ومنع تمدده وانتشاره في المنطقة والعالم وأجدد رئيس هيئة الأركان تأكيد على أن القوات المسلحة السورية ستوصل حربها ضد الإرهابيين حتى تحرير كامل الأراضي السورية من دنسها مشددا على أن السبيل الوحيد لإحباط هذه المؤامرة هو تعزيز تحالف قوى جبهة المقاومة والروسية من جانبه أكد العميد دهقان موقف إيران الداعم للشعب السوري في مواجهة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر